تمصنا الجزء ده تمص بسيط ما تمصناهوش عادي وبعد كده عملنا الحركة اللي احنا عملناه هنا تمام وبعد كده دوران 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 اهو فا مع قاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين احباء المشتركين من الوطن العربي الكبير هذه تحياتي محمد ابو المجد من قناة عشاك الخط العربي على اليوتيوب دراسينا النهاردة الشباب هو اتصالات حرف الفا والقاف مع بقية الحروف طالما قلنا اتصالات حرف الفا يبقى على طول اتصالاته هو وحرف القاف لان الاثنين فقط يختلفوا في النقاط حرف الفا نقطة واحدة وحرف القاف نقطتان تمام حلو جدا الدرس ده شباب انا والله بعيده للمرة التانية ويمكن الناس اللي حضر معانا في جروب الواتساب عارفة الكلام ده ان انا بعيد الدرس ده للمرة الثانية فمن فضلكم رجاء اي حد يشوف الفيديو ده وعايز يتابع معانا في الدورة يضغط لايك ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس تقديرا للمجهود هنبدأ كده بسم الله على بركة الله اتصالات حرف الفا مع بقية الحروف وهنقول طبعا اتصالات حرف الفا والقاف بداية باتصال حرف الفا مع الالف بيجي ازاي حرف الفا في البداية وكأنك بتعمل رقم اثنين عملنا الحركة دي وهنعمل كده وكأننا بنعمل رقم اثنين اهو ده رقم اثنين تمام فاحنا بناخد الجزء الاولاني ده وننف كده وكأنه نصف دائرة ومن هنا بنقفل الدائرة اهو تمام وبعد كده بنعمل للجزء ده عنق تمام ومن هنا كده بنمشي لقدام بنمشي لقدام اهو من هنا كده بنمشي لقدام ده حرف فا اهو ينفع الفا ده يكون قاف لأ ما ينفعش يكون قاف لكن ينفع ناخد الجزء الاولاني منه اهو وننف دوران كده ونعمل له برضو عنق او رقبة وننزل اسفل السطر وناخد كاسة حرف القاف اللي بتكون بنقططين بهذا الشكل تمام يا شباب كده عرفنا ان حرف الفا والقاف بيختلفوا فقط في ايه في النقاط مع اتصالاتهم مع الحروف اللي بعد كده فنجي ناخد حرف الفا مع الالف من هنا كده بنعمل وكنا بنعمل رقم اثنين اهو رحي نعمل رقم اثنين لكن من هنا بننف دوران كده بالشكل ده ونعمل رقم واحد اهو الجزء ده وكأنه رقم واحد الجزء ده وكأنه رقم واحد مش هنا على سطر الكتابة اهو ما بعدناش بعيد ومن هنا هنطلع لفوق هنا بقت حرف الفا مع الف اهي فا مع الف بشكل ده تمام يا شباب حرف الفا ده طبعا حرف فا اوقاف مش محتاجين نقول الكلام ده بقى ايه في كل مرة ركز معايا حرف الفا اهو مع حرف البا بنعمل نفس اللي عملناه هنا لكن بنجي هنا ونرتفع سننا الاعلى ما بعدناش بعيد عن البداية بتاعتنا هنا رأس حرف الايه الفا ومن هنا كده بنمشي 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 على سطر الكتابة كده وبننف دوران اهو فا اوقاف مع با او تا او ثا حلو جدا حرف الفا مع الجيم له شكلين الشكل اللي احترافي هنخليه شوية وهنعمل حرف الفا اهو مشينا للامام اهو شوية وعملنا كده تمام وبعد كده من هذه المنطقة جينا عملنا موجة وبعد كده دوران 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 زي ما تعلمنا قبل كده مع الدائرة وكده وبعد كده ايه ما نلفش بقى لفوق نكمل الدائرة لا هنمشي بمحاذاة سطر الكتابة اللي هو ده نحط النقطة بتاعتني هنا لو جيم نحط النقطة بتاعتني هنا لو خاء ما فيش نقطة لو ايه لو حرف حاء لها شكل اخر ناخده برضو ايه من باب ان احنا نبقى عارفين ده الفا كده حركة اهيه رجوع للخلف استريت او موازي ليه سطر الكتابة ومن هنا كده حركة اهيه كده اهو ننزل تحت اهو اهو نمشي مع سطر الكتابة تماما شباب دي بناخدها بس كمعلومة انما احنا اللي يهمنا ان احنا نحسن خطنا حرف الفا اهي رقبة حركة كده ارتفاع لاعلى وكأنين رحين نعمل حرف الف لكن بتكون مسافة اقل شوية ومن هنا كده من تلتين المسافة حركة كده ثم حركة لاعلى اهي النقطة بتاعتنا هنا تنفع فا مع دال او فا مع ذال اوقاف مع ذال اوقاف مع دال حلو جدا حرف الفا مع الراء فا اهي شايفين الدوران هنا يا شباب وفي حاجة برضو يعني لازم اقولكو عليها دلوقتي اهو الفا مع حركة اهيه ننزل اصلا للسطر نلف دوران اهو تمام يا شباب فا مع راء او فا مع زاي الفا مع راء لها شكل اخر بالكشيدة اهيه ومن هنا كده نمشي الامام ارتفاع بسطة لاعلى حركة ثم حركة اسفل السطر بهذا الشكل تمام يا شباب خليك معايا وركز معايا الموضوع سهل جدا اهم حاجة تكون تابعة الفيديوهات اللي قبل كده الحاجات دي بناخدها ليه عشان هتتكرر معانا خلال اي سطر هتكتبه واي كلمة هتكتبها هتلاقي فيها فا مع جيم هتلاقي فيها دل مع سين مع صاد اي اتصال هتاخده او بناخده هتلاقيه في الكلمات قدامك حرف الفا مع السين او لسه الفا مع الراء بشكل اخر احنا اخدناها الفا مع الراء دي والفا مع الراء الكشيدة لسه فيها شكل اخر كايه لو بنكتب سريع احنا هنا ممكن ناخدها كده حرف الفا ونطمس الجزء ده كده بيبقى شكله جميل كذلك حرف القاف ممكن نطمس الجزء ده كده ممكن يا سيد محمد ناخدها حرف فا عادية بالشكل ده اهو ونعمل حرف الراء اهو ممكن نيجي نطمس الجزء ده وممكن ما نطمسوش وممكن ونحن بنشتغل اصلا في البداية اهو نعمل اكننا فاصلة هناخدها برضو تاني الوقتي ده حرف فا مع راء حرف الفا مع ايه تاني الفا مع السين حركة اهو اهو ممكن نيجي نطمس الجزء ده وممكن نسيبه زي ما كان الاول من هنا كده بنطلع للامام مع ارتفاع ايه بسيط لاعلى ثم رقم سبعة تمام يا شباب ومن هنا كده عملنا حركة اهو ثم رقم واحد اسفل السطر لان حرف السين من حروف كلمة او من حروف كلمات نصلي شروق جماعه اللي احنا قلنا عليها الحروف التي طهبت اسفل السطر حلو جدا ده فا مع سين الكاسة بتاعت حرف السين اهي دي سين او شين الفا مع الصاد مش هنا الامام تمام من هنا كده ارتفعنا مطلع اهو زي ما قلنا قبل كده وبعد كده من هذه المنطقة حركة اهي رقم واحد اسفل سطر الكتابة بالشكل ده نزلنا هنا كده هنبدأ ان احنا ايه نلف دوران اهو تمام يا شباب الحرف اللي بعد كده وهو حرف الفا مع الطاق فا مش هنا مسافة نفس اللي عملناه هنا بالزبط حركة من هنا اهو دوران خفيف ثم من هنا كده نمشي نمشي للامام وايه مش هنقف بقى هنا هنطلع لقدام شوية اهو الشارع بتاعتنا عبارة عن ايه حلية بسيطة وبننزل نقف في المنطقة دي كده اهو رابط جروب الواتساب هتلاقوه في الديسكريبشن تحت او في صندوق الوصف اكتب التمرين بتاعك ونزله على جروب الواتساب تمام؟ حرف الفا نفسه مع الطاق ممكن نجيبه بشكل جمالي اهو بنعمل عنق اهم حاجة شباب يكون ايه العنق ده ولو ركزته لو ركزته اكتر هتلاقوه حرف الفا نفسه شايفين؟ شايفين؟ في درجة ميل اهو لو ركزنا في كل الحروف عشان تزبط الحرف ده يكون في درجة الميل اللي احنا بنتكلم عليها دي اهو شايفين تمام يا شباب؟ ماينفعش يكون درجة الميل ايه وقفة كده تمام؟ يكون فيه درجة ميل حرف الفا مع الطاق نفسه ممكن نجيبه بكاشيدة وليكن مثلا من هنا كده اهو شايفين؟ دي تنفع حرف فا مفردة ممكن مثلا انا بكتب آآ آآ كلام وعندي مساحة هنا ممكن نجيب دي في نهاية الايه الكلام وبعد كده حرف الطا حركة من هنا اهي دوران بنعمل حرف طا مفردة اهي من هنا كده اهو تمام يا شباب؟ الشكل ده صحيح سنة كده حلية وبعد كده نزول تمام؟ حرف الفا مع العين فا اهي ومن هنا كده مشينا على سطر الكتابة ارتفعنا سنة الاعلى بالشكل ده دوران 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 اهو تمصنا الجزء ده لان حرف العين بيكون في نهاية الكلمة وفي وسط الكلمة مطموص اما عندما يكون مفرد لان الحرف الوحده الحرف الوحده اي حرف من الحروف بيكون بيجي على اربع حالات اما مفرد اما في بداية الكلمة اما في وسط الكلمة اما في نهاية الكلمة فحرف العين في وسط الكلمة وفي نهاية الكلمة يأتي مغلق أو مطموص بنقول عليه في الخط العربي مطموص أو مطمص أما عندما يكون مفرد أو عندما يكون في بداية الكلمة يكون أحسنت يكون مفتوح وبعد كده حركة من هنا كده بنخرج شوية خروج مقدر نقطة مش عايزين احنا نقول الكلام ده ومن هنا كده بنمشي نفس الشكل بتاع حرف الجن ده وصلنا هنا نبدأ نمشي مع سطر الكتابة حرف فاق مع عين أو غين حرف الفاق مع الفاق وبعد كده عملنا عنق ركز مع الحركة اللي احنا قلنا عليها الفاق في بداية الكلمة أو القاف بيكونوا بالشكل ده كده بيكون لهم درجة ميل معينة ومن هنا كده حركة اهيه ارتفعنا الاعلى شايفين؟ الارتفاع الاعلى ده ده هو اللي بيمهد لك لانك تلف دوران من هنا اهو وتاخد حرف ايه؟ حرف الفاق في اخر الكلمة ده فاق مع فاق أو قاف مع فاق تمام يا شباب؟ حرف القاف مع الفاق لو جنا هنا كده وعملنا حرف القاف اهو مع الباء قاف اهو وصلنا هنا نعمل حركة كده وحركة كده اهيه من غير الجزء ده من غير التدور ده وكأنه حرف ايه؟ اهو ناخد قطة كده قطة من هنا وكأنه حرف قاف مع باء اهو فاق مع باء اهو فاق مع تاء اهو فاق مع ثاء تمام يا شباب؟ من فضلك اضغط لايك للفيديو علشان غيرك يستفيد والناس كلها تحسن خطها ويكون سيمة الجيل الجديد انه يكون محسن خط لان الخطوط اللي جاية او الناس اللي بتكتب بخط كويس بقت معدودة وتعد على الاصابع يعني بعد استخدام الكمبيوتر والتطرق لي استخدام الكمبيوتر بالطريقة يعني كبيرة حرف الفاق مع الكاف فاق اهو مع الف يا شيد محمد انت بتقول لنا فاق مع كاف ايو يا حبيبي انا عارف ان انا بقول لك فاق مع كاف لكن الفاق مع الف هنا وهنجي ناخد من تلتين المسافة بالزبط كده حركة كده تمام؟ ومن ثم رجوع 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 دوران ونحط الشارة بتاعتنا حركة ثم حركة ثم حركة ما تجيش تعملها لي همزة الهمزة غير الشارة بتاعت حرف ايه؟ حرف الكاف يلا الفاق مع اللام عملنا حرف فاق احسنت انا سمى حد بيقول لي اهو فاق مع الف اهو ومن هذه المنطقة اهيه نزلنا اسوأ للسطر دوران 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 وجبنا حرف ايه؟ حرف اللام احسنت طب حرف ايه البعض كده حرف الفاق اهيه حركة كده ومشينا الامام دي كشيدة طبعنا سننا الفوق حركة اهيه تمام؟ ومن هنا كده من المنتصف المسافة نعمل حركة تحت اهو لها شكل اخر لها شكل اخر فاق اوقاف حركة كده حركة اهيه للخلف رجوع برضو للامام ومن هنا بننزل اسفل السطر تمام؟ وليها اشكال اخرى تمام؟ ممكن نجي نعمل برضو الفاق حركة كده 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 اهيه ومن هنا كده نوصل دي بديه مسافة بسيطة خالص ومن هنا نعمل الحركة دي دي فاق اوقاف مع ميم حرف الفاق مع النون فاق عنق للحرف ذهاب للامام من هنا كده رقم واحد كاسة حرف النون اهيه تمام؟ احنا نسينا حرف الفاق مع القاف بدل محد في الجروب بيجي يقول لنا اهو كويس ان احنا شفنا الفاق مع القاف الفاق اهيه مش هنا للامام تمام؟ وبعد كده لفينا دوران اهو تمصنا الجزء ده تمص بسيط متى مصنهوش عادي وبعد كده عملنا الحركة اللي احنا عملناها هنا تمام؟ وبعد كده دوران 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 اهو فاق مع قاف هناخد نفس الحرف الفاق مع القاف ده وهنجي نعمله تاني هنا اهو ولكن هنعمل حرف تاني عند جزء معين اهو راح نعمل حرف الفاق مع ايه مع القاف؟ لا احنا هنعمل حرف الفاق مع هناخد الجزء بتاع حرف الرأ ده وهنجي نحطه هنا اهو تمام؟ وبعد كده دوران 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 ونطلعنا سننا الفوق بقى اتقاف مع ايه مع واو او فاق مع واو احسنت الفاق مع النون الفاق مع الهاء فاق اهي شايفين يا شباب؟ وبعد كده مش هنا للامام 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 اهو ممكن نيجي نعملها كده ممكن نطلع لفوق وكأننا راح نعمل حرف ايه؟ فاق مع ها هنعمل دال لا امش هنعمل دال بقى دي اكنها فاق مع دال اهي بعد كشيدة ولكن من هنا كده حركة 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 اهي بقت فاق مع ايه؟ مع هاء او تاق مربوطة تمام يا شباب؟ الفاق مع الهاء لها شكل اخر يا شباب محمد لها شكل اخر تعال ناخدها كده على السريع الفاق انا مش عايز اعمل كشيدة اهو فاق مع ارتفاع اهو تمام؟ وكأننا راح نعمل حرف ايه؟ احسنت وكأننا راح نعمل حرف الف لكن من هذه المنطقة حركة اهيه ثم حركة كده حركة كده ارتفاع لا اعلى فاق مع هاء او تاق مربوطة الفاق مع الهاء لها شكل اخر فاق بما اننا اخدنا سطر جديد حركة كده اهو تمام؟ لو ركزنا هنا برضو هنلاقي نفس الايه؟ الحركة اللي احنا بنؤكد عليها اتجاه حرف الفاق مع الهاء حركة من هنا كده حركة اهيه تمام؟ انا عايز اكتب كتابة كتابة تكون سريعة حركة اهيل تحت بقت فاق مع هاء اوقاف مع هاء اوقاف مع تاق مربوطة حلوة جداً حرف الفاق مع اللم الف فاق اهيه عنق حركة ارتفاع لاعلى فاق مع الف اهيه قدامنا ومن هذه المنطقة حركة 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 وبعد كده بمشي على سطر الكتابة بهذا الشكل تمام؟ من منتصف المسافة بالزبط هاجي من هنا الف هنا حركة كده وبعد كده دوران فيها كيرف شايفين يا شباب؟ حرف الالف فيه كيرف ده حرف الفاق مع اللم الف طيب ماشي حرف الفاق مع ايه تاني شباب؟ الفاق مع اليقباء فاق اهيه حركة كده رجوع للخلف ومن هذه المنطقة هننزل اسفل السطر اهو حركة 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 ثم دوران بهذا الشكل اهو فاق مع ياء تعالوا ناخد الفاق الرجعة الفاق اهيه ومشينا كده اهو تمام يا شباب؟ انا هنا بلغت شوية في حرف الفاق ومن هنا كده من الحركة دي كده بنرجع رجوع ممكن نرجع استريت وممكن نرجع اهو شايفين؟ في عندنا حرية هنا ان احنا ينعمل الحركة دي كده اما نخليها ماشي على السطر ايه؟ على طول تمام يا شباب؟ الموضوع سهل جدا اهم حاجة تكتب ثم تكتب ثم تكتب وتنشر على الجروب بتاع الواتساب هسيبلكم اهو حضراتكم عارفين اللي وصل معنا لهذا الدرس لهذا الدرس عارف طبعا انه هيكتب وينشر التمرين بتاعه على جروب الواتساب بكده تكون انتهت حلقتنا اتمنى اي حد يشاهد الحلقة للنهاية انه اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويساعدنا في نشر ثقافة الخط العربي بين الناس اترككم في رعاية الله وامنه كان معكم محمد ابو المجدي من قناة عشاك الخط العربي على اليوتيوب مع السلامة